المصارف اللبنانية بتهمة تسهيل أعمال لصالح حزب الله اللبناني الأخطر في الدعوة الأمريكية هو ارتباط هيكلة الاقتصاد اللبناني واعتماده على أموال حزب الله فبعد أن اتهمت واشنطن البنك اللبناني الكندي بلعب دور مركزي في عمليات طبيعي أموال الحزب انتقل أكثر من 200 حساب في ذلك البنك إلى مصارف أخرى بمعرفة الحكومة اللبنانية تلك التي وضعت بالمقابل بموقف حرج يتطلب منها القيام بتحرك يتعدى التأكيد على الوقوف على الحياد إلى إدانة أنشطة حزب الله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبحسب نص الدعوة الأمريكية فإن جزءا من الأموال التي تحول إلى لبنان سنويا ناجم عن تجارة المخدرات والألماس والإتجار بالسلاح من قبل عناصر حزب الله في إفريقيا والعالم بالإضافة إلى عائدات التجارة غير الشرعية للنفط الإيراني بالتوازي مع ذلك تقول الخزانة الأمريكية إن واشنطن لن تدخر أي جهد لخنق حزب الله وفيلق القدس والنظام الإيراني وهو ما بدى واضحا باعتراف زعيم الحزب حسن نصر الله بوجود أزمة مالية امتدت إلى رواتب مقاتله والخزان البشري الداعم له ما دفعه للتهديد بإشعال المنطقة المشتعلة أصلا وهو أول من طال طال منشآة النفط السعودية ويبقى الرد الأمريكي على إيران وتأخر مفاعله على الأرض هو الأساس والمقياس للجم طهران ووكلائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان وإن لم يحدث ذلك قريبا ستجد المنطقة نفسها تذهب أكثر فأكثر إلى المجهول ما يعني مزيدا من موجات النزوح والدماء على حساب شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر